بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام الرجل بحلق الله نبيل هيد الأمين وحمد الله وعليه واصحابه ومن تبعه بعسان يوم الدين النهاردة بندعم مجال الأبحاث على مستوى الوطن العربي بهذا الموقع المميز موقع كور موقع تبع المملكة المتحدة يعتبر كنزي من كنوز المعرفة وأكبر مكتبة إلكترونية على مستوى العالم من تقدر توفى لك أكبر عدد ممكن من المقالات والبحوث العلمية في شتى التخصصات هذا الموقع المميز بيغتي جميع أفرع العلوم بيحتوي على أزدد من 300 مليون بحث ومرجع وكتاب ومجلة عالمية أتمنى الجميع يستفد منه أتمنى أبنائي وزملائي الباحثين في رسائل المجلسير والدكتوراه والأسازة والأسازة المساعدين ينشروا هذا الموقع على أكبر نطاق لتعوم الفائدة تعالوا بينا يسفد من إمكانيات هذا الموقع الجبار في البداية ده رابط الموقع اللي حضراتك هتجده في خانة الوصف أو الديسكريبشن هتقوم بالضغط عليه فيفتح لك المتصفح الرئيس الخاص بيك ويعرض لك هذه الصفحة أو اللي حضراتك هتقدر تبحث عن طريق جوجل عن طريق جوجل نبحث مع حضرتكم في جوجل هنكتب كور فقط لغير ونضغط تمام أو أنك تضغط على خانة الرابط الموجود في خانة الوصف تعالوا بينا نشوف هذا الإملاق الجبار بيوصلنا لإيه إيه الإمكانيات المتاعة بالنسبة لنا لو نضغطنا تاني كده على الصفحة الرئيسية هنجد أنه بيوفلك 310 مليون صفحة أو موقع مقال هواد خلينا هنا ندوفه تاني مع حضراتكم أهيت آدي الجزئية بيوفر كام 304 مليون بيبرز على جميع أنحاء العالم ده موقع لا يمكن أننا يفوتنا لا يمكن أننا نسيبه تعالوا بينا نكتب مثلا هكتب باللغة الإنجليزية اللي هي البج داتا نكتب كده مع حضراتكم أو نكتب في خانة البحث فوق نهوت خانة البحث أهيت نكتب في خانة البحث فوق هتكتب لي مثلا اسم الموضوع أنت عايز تفعص عنه بيج data and text ونضغط enter أول ما تضغط هتبدأ نتائج البحث تظهر قدامك يقول لي والله إلا أنت نتائج البحث الموجودة هيت نبدأ نستعرضها حسب نتائج البحث الموجودة تمام هنا في خطأ عشان كده عطى نتائج بحث محدودة تمام ونضغط enter بيج data and text عطينا كام نتيجة بحث مهم جدا أنك تبحث التايتل يكون سليم أو الهدف مني يكون سليم وواضح بالنسبة لك هنا أعطلك 40,230 نتيجة بحث بيديك العنوان الرئيسي عضي التايتل هوت بيديك المؤلفين أو الأسر بيديك التاريخ النشر تمام ونتابع كده مع حضراتكم هذه البيانات الخاصة بينا كمان بيديك أن تستطيع أنك تعمل كريتيريا أو معايير معينة تختار المجال أو الحق اللي أنت عايز تبحث فيه ولكن أنا عايز أبحث في مجال البيزنس أو المانيجمنت زي ما أنا عايز نشوف المجالات المتاحة هذه البيزنس لأن دي تفرق جديدة كمان تقدر تحدد السنوات اللي أنت عايز تبحث منها ولكن حديثة كمان تقدر تحدد النوع أنا عايز أبحث فين بالضبط عايز تبحث فيه اللي هي الأبحاث ولا في الأطرحات ولا في الشرايح أنا عايز فيه الأبحاث كمان بيديك إمكانية أنك تبحث عن نشر معين في هذا التخصص بالإضافة إلى اللغة ودور النشر أنا هسيبها باللغة الإنجليزية أهوت ودور النشر لو حضرتك عارف هذه الدور وصلنا إلى أن في نتائج سبعة موجودين تبدأ تختار الأنوان اللي هي نسبك أو المقالة اللي هي نسبك وندغط عليها وندغط عليها فيتم فتحها قلنا أن هذا الموقع بيوفر 304 حتى تاريخه 304 مليون طروحة وبحث علمي بيبدأ دلوقتي يديك هذه ستياشن الخاص بينها هو يديك العبستراج اللي هو الملاقص تمام والمقالات المشابهة حضرتك عايز تحمل رسالة ستضغط على هذه الرسمة اللي هي تقع جاهية اليمين نضغط على لية بالطريقة لية سيبدأ يفتح لنا المقالة أو الكتاب أو الأطروحة عشان نقوم بعملية التحميل كده أعطينا المقالة هية ابدأ تطلع عليها زي ما حضرتك عايز بيديك المختلف أهوة نحطها بالرسومات بتاعتها هتقول طب أنا عايز أقوم بتحميلها هقولك فيه أيكونات هنا مختفية فيه نهوة نحية اليمين نهوة هتلاقي فيه أيكونتين أيكونة خاصة بالتحميل لما أقف على كده اسمها الدول لود منجمين وجنبها أيكونة خاصة بإطباعة هنختار الأيكونة الأولانية اللي خاصة بالتحميل هيتم التحميل أهوة نشوف كده مع حضراتكم تم التحميل فيه ثوان معدودة وخد بالك أنه بيقدر يوفلك فوق 300 مليون ورقة بحثية سواء كمقال أو طروحة أو مجلة علمية أتمنى أكون مفقت في تقديم هذه الهدية البسيطة في مجال البحث العلمي لأبناءنا وزمناءنا على مستوى الوطن العرب تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته